منطقة التجارة الحرة القارية والوضع الأمني في المنطقة والأوضاع في السودان وليبيا وقضايا الهجرة أبرز البلفات التي ناقشتها القمة الإفريقية الاستثنائية التي انعقدت الأحد بالعاصمة نيامي فعلى مستوى منطقة التجارة الحرة فقد وقعت على اتفاقيتها كل من نيجاريا وبنين وارتفع بذلك عدد الدول الموقعة عليها إلى 54 دولة فيما لا تزال دولة إيريتاريا الوحيدة من دول القارة الإفريقية التي لم توقع عليها وينتظر أن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بشكل فعلي بعد سنة وعلى الصعيد الأمني بحث القادة الأفارقة الأوضاع الأمنية بمنطقتين الساحل وبحيرة التشاد ودعا قادة هذه البلدان إلى دعم أوسع من طرف الأمم المتحدة من أجل التصدي للهجمات التي تعانيها بعض بلدان المنطقة واصطى مخاوف من انتقال الاستهداف إلى مناطق أخرى وعلى مستوى الأوضاع في ليبيا بحدت اللجنة العليا بالاتحاد الإفريقي المكلفة بالشؤون الليبية مستجدات الأوضاع في البلاد خصوصا بعد هجوم تاجراء الذي خلف عشرات القتلى والجرحى معظمهم من جنسيات إفريقية وينتظر أن تبعث اللجنة موفدا خاصا بتعاون مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة للبحث في قضية الهجوم الأخير والوضع في طارابلوس كما بحثت القمة كذلك الأوضاع في السودان وجهود كل من المبعوث الإفريقي إلى الخرطوم الدبلوماسي الموريتاني محمد الحسن واللبات ورئيس الحكومة الإثيوبية أبي أحمد في توصل الأطراف إلى توافق من شأنه إنهاء الأزمة وبالإضافة لذلك فقد بحث المجتمعون في نيامي ملف الهجرة وتأثيراته ومستوى نجاعة آليات التعاون الإفريقية والأوروبية لمواجهته